سلام عليكم قصتنا الليلة لشاب اسمه إيهاب إيهاب هذا شاب من أسرة نقدر نقول أحوالها المادية متوسطة جماعة مرتاحين ماديا لا لهم ولا عليهم عائلة إيهاب هذه سمعتها فيها الحارة الناس تعرف عنهم أنهم جماعة محترمين وكذلك هذا الشاب إيهاب يعتبر أو الناس اللي تعرفوا عنه شاب في قمة الرقي والأدب وإيهاب حلموا أنه في يوم من الأيام يتابع دراسته ويحصل على شهادة جامعية وبنفس الوقت يحصل على وظيفة وفعلا هذا اللي حصل إيهاب تابع دراسته وحصل هذاك اليوم على شهادة جامعية وبعد ما حصل إيهاب على الشهادة طبعا كانت فرحة الأهل كبيرة أنه هذا إيهاب هو الشاب الوحيد من هالأسرة اللي قدر يحصل على شهادة ويا بنت قولي لمتش إيهاب حصل على شهادة جامعية المهم بعد ما حصل على الشهادة تقدم إلى إحدى المؤسسات الحكومية وقدر يحصل على وظيفة وينتشر الخبر ويا بنت قولي لمتش إيهاب أصبح موظف حكومي والكلام في عام 1997 نهاية 1997 وتحديدا في محافظة الشرقية في مصر وتحية لأهل مصر وليهون السامعين جميع المهم بعد ما حصل هذا الشاب على وظيفة وأصبح موظف حكومي وصار عنده راتب بدأ الأب والأم أبو إيهاب وأم إيهاب يا إيهاب لازم تتزوج طولوا بالكم على اليوم وبكرة وبعد بكرة طولوا بالكم خليني أضبط أموري أبو إيهاب وأم إيهاب مثل ما قلنا أحوالهم المادية وكانوا مجهزين شقة ولدهم في نفس المنزل اللي ساكنين فيه أبو إيهاب عنده منزل مؤلف من عدة طوابق كل ولد قاعد يجهز له شقة ومن ضمنها الشقة شقة تولده هذا إيهاب قالوا يا إيهاب شقة جاهزة الآن وما هو يعني باقي لها إلا بعض اللمسات الأخيرة والآن ودنا نفرح فيك ودنا نشوف ذريتك أمام إصرار الأهل ورغبتهم في زواج ولدهم وأنهم يشوفون ذريته قبل الله سبحانه وتعالى ياخذ الأمانة إيهاب شاف حاله أنه تحت أمر واقع وإيهاب كان حاط عينه على بنت من بناتها الحارة بنت اسمها أمينة أمينة هذه الله يسلمكم بنت الجيران بنت جيران إيهاب وظاهر فيه السلطاف بينه وبينها وحاط عينه عليها من بعيد البعيد وقال الأم وهو أبوها العروس صراحة جاهزة ما هو باقي عليكم إلا أنكم تروحون تتقدمون الخطبتها من هو بالسعيدة الحظ؟ قالوا والله سعيدة الحظ هي أمينة قالوا والله نعم جماعة محترمين وجماعة أكابر وجماعة يعني مثل ما نقول طبقة اجتماعية واحدة المهم راحوا أبو إيهاب وأم إيهاب والولد تقدموا لخطبة البنت وأهل أمينة وافقوا على الخطبة بدون أي شروط مسبقة والسبب أنه إيهاب سمعته فيه الحارة مثل ما قلنا شاب محترم والأهم من ذلك كله أنه إيهاب موظف حكومي وعنده راتب ثابت وكل فتيات الحارة يتمنن أنه إيهاب هذا يكون زوج لوحدة منها لأنه شاب من عائلة متوسطة الحال المادي بالإضافة إلى أنه شاب موظف واللي راح تتزوج إيهاب راح تعيش حياة سعيدة جدا لا يشتغل بالزراعة ولا بالأراضي شاب من دوامه إلى بيته بالإضافة إلى أنه شقته جاهزة لذلك أهل أمينة وأمينة بذاتها ما دققوا على تفاصيل مهر وما مهر ومنها السوالف كانت الأمور سهلة جدا وقالوا أنه هذا الشاب أكيد راح يصون بنتهم وراح يعيشها حياة كريمة تم الاتفاق على بعض التفاصيل وعلى موعد زواج وفعلا بعد ما جهزوا الأمور على الأربعة وعشرين ويتزوج هذاك اليوم إيهاب من أمينة وعاش هو وياها أيام سعيدة جدا في البداية وإيهاب وأمينة من أول ما تزوجوا اتفقوا على خطة معينة للإنجاب قالوا يعني في البداية ودنا نعيش لنا فترة من الزمن سنة سنتين زمان بدون أطفال وبعدين نجيب لنا بنت ولا ولد وبعدين نقضي مدة من الزمن بحيث أنه هالولد اللي راح يجي يحصل على أكبر قدر ممكن من الرعاية والاهتمام وبعدين يفكرون أنهم يجيبون ولد أو بنت ثانية وفعلا كانوا متفقين على هذا الأمر والزواج حصل بين إيهاب وأمينة في عام 1998 ويعيشوا لهم سنة زمان بدون أطفال مثل السمنة على العسل وبدون أي مشاكل تذكر بعد سنة زمان وتحمل أمينة هذاك اليوم وتجيب بنوتة ويسمون البنوتة هذه ندا وطبعا أبو إيهاب وأم إيهاب كانت أمنيتهم قبل الله ياخذ الأمانة أنهم يشوفون خلفة ولدهم هذا إيهاب أو الأخوان الثانيين لكن الحمد لله الآن شافوا الخلفة والأمور عال العال لكن البنت هذه ندا المفروض أنها بعد ما جاءت على الأسرة هذه أنها تغير أحوالهم من حسن إلى أحسن بما أنه ما عندهم مشاكل في الإنجاب وصار عندهم بنت إلا أن الأحوال بدت تنقلب شوي شوي صار فيه بعض المشاكل بين أمينة وبين إيهاب ظاهر أنهم ما هم منسجمين بالأفكار كل واحد فكره فيه اتجاه وبدأت الخلافات في البداية شوي شوي تروح الأيام وتجي الأيام لا بالله الأمور بدت تطور وبدت تطلع أصوات الزوجين من هالبيت وصاروا الجيران يسمعون وأهل إيهاب يسمعون وكذلك البنت هذه أمينة كل يوم والثاني رايح الزعلانة لعند أهلها خير شنو الموضوع شنو السالفة السالفة وما فيها أنه فيه حاجز بين الرجل والمرأة يعني بين الزوج والزوجة بمجرد ما انكسر هذا الحاجز خلاص المفروض أنه يحصل طلاق أو يحصل انفصال وكل من يروح في حال سبيله اللي حصل بين أمينة وإيهاب أنه هذه أمينة صارت تترادل زوجها فيه الكلام يقولها شرق تقوله غرب يقولها يمين تقوله شمال لها بعدين صار يمد إيده عليها صارت تمد إيدها عليه صار فيه سب صار فيه شتائم متبادلة بين الطرفين وإيهاب كرجل شرقي ما رضاها على نفسه وقال لك شلون الزوجة هذي تراددني بالكلام وشلون تغلط علي وإيهاب في البداية ما كان ياخذ ويعطي فيها السالفة قال لك يمكن بسبب بداية الإنجاب النفاس كذا الأمور بدأت تتطور شوي شوي وبعدين انكسر الحاجز اللي هو حاجز الاحترام أو الحاجز اللي لا يمكن أنها تتخطى المرأة وفي حال تخطط هذا الحاجز خلاص الحياة رح تصبح عبارة عن جحيم ورح تصبح الزوجة مسترجلة وفي مثل حالة إيهاب وأمينة هذا اللي حصل بيناتهم إيهاب يقولها وجع تقول له وجعين حيشا من يسمع وهذا يحاول يختصر في بعض الأحيان يطلع من البيت يروح على الدوام بالإضافة إلى أنه إيهاب هذا كان دوامه في القاهرة يعني لازم بشكل يومي الصبح يطلع من الشرقية إلى القاهرة ويرجع نهاية الدوام على البيت يعني في عنده سفر وفي عنده تعب لما يجي بمجرد ما تحصل مشكلة رجال تعبان يحاول يختصر الأمور وهذه خضت راحتها في الكلام وتستمر الحياة على هذا الشكل لمدة من الزمن والمشاكل كل ما حالها في تطور وكل ما حالها تزداد وعلى أثر هالمشاكل هذه طبعاً بين إيهاب وأمينة بدأوا يدخلون أهل إيهاب وأهل أمينة يدخلون الأهل يحلون المشكلة بأقل الخسائر الممكنة لأجل ما يحصل الطلاق بيناتهم لأنه الآن صار عندهم بنوتة وشنو ذنب البنت هذه اللي راح تعاني على أثر هذا الطلاق وطبعاً البنت هذه ندى أول ما فتحت عيونها على هالدنيا على صراخ وضرب وسب وشتم ومشاكل إلها أول ما لها آخر بين الزوج والزوجة المهمة تروح الأيام وتيجي الأيام وتمر الأشهر والسنين ويمر على هالعلاقة هذه بين الزوجين والعلاقة المتوترة جداً حوالي أربع إلى خمس سنوات وأصبحنا الآن في عام 2003 البنت ندى صار عمرها تقريباً ثلاث ونصف إلى أربع سنوات وما زال الاتفاق ما بين أمينة وإهاب على عدم الإنجاب لأجل أنهم يعطون بنتهم هذه أكبر قدر ممكن من الاهتمام والرعاية والمشاكل شغالة على مدار الوقت أيام يتصالحون أيام تصير مشكلة وفيها ذاك اليوم يدخلون أهل إهاب أم إهاب مسكت ولدها إهاب وقالت يا ولد بنتك هذه ما يصير الظل وحيدة المفروض تجيبو لها أخ ولا أخت يعني لماذا تودكم يظلون أجلين هذا الموضوع موضوع الإنجاب يقال هايما شوفت عينش المشاكل بيني وبين زوجتي واصل للشيطان الرجيم وبدال ما نكون ببنوتة وحدة وصير باثنين لذلك اتركينا من الموضوع الخلفة قالت لا مو على كيفك والبنت هذه حرام إنها ظل وحيدة لازم تجيبو لها أخ ولا أخت وكذلك أم إهاب مسكت أمينة وقالت عيب عليك شو ما يصير والبنت هذه لازم تجيبي لها أخ ولا أخت وحطوا عقلكم براسكم المهم بعد ما سوت لهم مشكلة لها أول ما لها آخر ومو على كيفكم وبعض ضغوط طويلة عريضة قرروا أنهم ينجبون ولد ولا بنت وفعلا بعد مدة من الزمن وتحمل هذاك اليوم أمينة وتجيب ولد ويسمون هذا الولد عبدالله والآن كبرت المسئولية على إهاب وعلى أمينة المفروض أنهم يعقلون شوي المفروض أنهم يبطلون مشاكل أو يخففون منها صار عندهم أبناء اثنين المصاريف المادية زادت الضغوط الأسرية زادت لكن الأمور صارت من سيء إلى أسوأ المشاكل كل يوم الثاني تكبر ورد الرجال عند المرأة والصياحاتهم طالعة كل يوم وطبعا سكان الحارة صاروا يعرفون أو أنهم تعودوا على أصوات المشاكل اللي تصير بين أمينة وإهاب وصار قضيتهم مكشوفة لكل سكان الحارة عادي لو سمعوا أصوات ومشاكل والبنت هذه ندى كبرت شوي صارت تفهم صارت تعرف أن أبوها كل يوم الثاني في مشكلة بينه بين أمها المهمة تروح الأيام وتيجي الأيام والمشاكل شغالة على قدم وساق وعلى مدار الأربعة وعشرين ساعة إلى حد ما صار هذاك اليوم عمر الولد عبد الله تقريبا ثلاث إلى أربع سنوات والبنت صار عمرها ثمان تسع سنوات وبعد مرور هالسنين الطويلة وهالمشاكل العويصة اللي ما لقولها حل والأسرتين يعني أيام يدخلون أيام ما يدخلون وشبه إهاب صار يعني غير مبالي قررت أمينة هذاك اليوم بعد ما فكرت تفكير عميق قالت لك المتا ودي أظل أنا عايشة هالحياة مشاكل وضرب وسب وشتم وتتخذ هذاك اليوم قرار الانفصال عن زوجها إهاب بعد عشر سنوات من المشاكل وعلاقة متوترة جدا وجدت على إهاب قالت طلقني قالها أطلقتش لكن الأبناء هذول ندا وعبد الله ما تشوفينهم هذول الأبناء يظلون عندي قالت بالناقص منك ومنهم وأمينة عندها غاية من هذا الموضوع بسبب المشاكل اللي كانت تحصل بينها وبين إهاب حصل بيناتهم مثل الحقد هي حقدت عليه وحقد عليها وهذا موظف لازم يطلع من الصبح يرجع يروح على القاهرة وبعدين يرجع على الشرقية فالأمر متعب بالنسبة له شلون وديه يوفق بين الدوام وبين تربية الأبناء هذول المهم أمينة قالت لك طلعت منه وما طلعت مني وبالناقص منه ومن أبنائه خلي يشوف الويل في تربيتهم وبناء على رغبة أمينة في الانفصال ويحصل الطلاق بيناتهم والبنت عافت الأولي مع التالي وتروح تقعد عند بيت أهلها وبعد مرور حوالي ثلاث أشهر اللي هي عدة الطلاق ويتقدم لخطبتها أحد الشباب فيها الحي وتتزوج أمينة وتقرر أنها تبدأ حياة جديدة وإهاب كذلك بعد مدة من الزمن صار يعاني من تربية الولد والبنت وقرر في يوم من الأيام كذلك أنه يتزوج لأجل يجيب امرأة تراعي هالأطفال وتدير بالها عليهم لأنه أمه وأبوه صاروا كبار في السن وما يقدرون يبلشون بالولد والبنت وفي النهاية الحياة ما تقف عند زوجته أمينة فقرر أنه يتزوج وكان حاط عينه على بنت من بنات الحارة كذلك بنت ينقلها فوزية فوزية بنت عزباء على قدر بسيط من الجمال والظاهر أنها كانت حاط عينها على إهاب من قبل لا يتزوج والظاهر حظها قليل في الزواج المهم تقدم لخطبتها إهاب والبنت وافقت بدون أي شروط مسبقة وطبعا إهاب من أول ما تقدم لخطبة فوزية قال لها ترى عارفة أنه عنده ولد وبنت وأنه حصل طلاق بينه وبين زوجته قال لها أهم شيء أنش ترعين شعور هالولد وهالبنت وديرين بالش عليهم قالت والله يا إهاب لا أحطهم بعيوني وأعتبرهم أبنائي وإن شاء الله ما تشوف مني إلا كل خير المهم ويتزوج هذاك اليوم إهاب من فوزية وعاش هو وياها في البداية أيام سعيدة وفوزية من أول ما جت على هالبيت على بيت إهاب على الشقة نفسها اللي كانت ساكنة فيها أمينة قبل طليقة إهاب في البداية اطراعي شعور الولد والبنت وام ربيتهم أحسن تربية بالإضافة إلى أنه إهاب أعطاها سلطة كاملة قالوا لهذول اعتبرهم أبنائك وانت لتش كامل الحرية ولتش يد مطلقة شنو ودش تسوين تضربينهم من باب التربية والتأديب ما عندي مشكلة أبداً لكن بما يرضي الله عز وجل وطبعاً من أول ما جت فوزية على البيت إهاب مسك الولد والبنت ندى وعبد الله وقال لهم هذه أمكم الجديدة اتنادولها يا ماما وطبعاً ندى وعبد الله ما عندهم خيارات زيادة مجبورين أنهم يقولولها يا ماما وفعلاً بدت الحياة في البداية بشكلها الطبيعي لكن بعد مدة من الزمن في يوم من الأيام ويجي إهابها ذاك اليوم من الدوام ولا البنت ندى شعرها محلوق على الصفر ليش شنو اللي صاير شنو الموضوع قالت والله هذه البنت راسها مليان قمل ومليان حشرات وحاولت قدر الإمكان عن طريق المبيدات أو بعض الشغلات أني أروح القمل هذا من راسها البنت راسها مليان قمل لذلك اضطريت أني أحلق لها على الصفر إهاب ما أخذ وعطى فيه السالفة والبنت هذه المسكينة ندى لما شافت معاملة خالتها زوجة أبوها لها معاملة سيئة له والأخوها فكانت المسكينة كل فترة والثانية أو كل يوم والثاني تقول لأبوها أنه ودي أروح أعيش عند ماما وطبعا إهاب يكره الأرض اللي تمشي عليها أمينة خصوصا بعد ما قررت الانفصال وراحت تزوجت نكاية فيه هذا فيه اعتقاده المهم الولد والبنت كل يوم والثاني لما يجي أبوهم من الدوام يحاولون يفتحون معا سيرة يا بابا ودنا نروح لعند أمنا هذا ما يخليهم يفتحون السيرة هذه ويقولهم أنسوا إذا عندكم أم اسمها أمينة أمكم فوزية وطبعا فوزية كانت تستغل هذا الوضع إهاب يطلع من الصباح على الدوام ما يرجع لبعد المغرب بسبب البعد ما بين الشرقية والقاهرة والسير والمواصلات وهذه كانت مهضة راحتها على الآخر تمسك الولد والبنت وعلى ضرب وشتم وحرق وكافة أنواع التعذيب اللي ممكن تخطر على بالكم والمسكينة ندا والمسكين عبد الله يحاولون كل مرة والثانية يا بابا ودنا نروح لعند ماما ما يخلي لهم مجال أنهم يتكلمون في هالموضوع ومطلق العنان لزوجته هذه الحقيرة الحقيرة حيشا من يسمع فوزية فوزية مستغلة الوضع وعايشة حياتها وتمر الأيام بدون لا يصير حمل فوزية لحد الآن بعد زواج دام لعدة أشهر أو حوالي سنة وما حصل حمل في يوم من الأيام قررت أمينة أنها تشوف أبنائها يعني مثل ما تقولون حن قلبها على هالولد وهالبنت وقررت أنها تشوفهم ولما شافتهم كانت الصدمة أنه الأبناء نبين عليهم علامات الضرب وعلامات التعذيب والبنت هذه شعرها محلوق شعرها قصير يا ماما شنو الموضوع شنو السالفة قالوا لها الموضوع كذا وكذا المرأة هذه كان فيها عقل وطار قالت لا يمكن أنه الأبناء هذول إني أخليهم عند هذه المرأة اللي ما تخاف من الله وحاولت مع إيهابها ذاك اليوم وقالت شوف الولاد شلون صير عليهم المرأة هاي قاعد تعذبهم قال لها مو شغلش وانتي أصلا لو أنك تحبين أبنائك ما تطلقتي روحتي تزوجتي بعد ثلاثة شهور يلا لأشوف على كيفك ما هو على كيفك حصلت مشكلة بينه وبينها وتقرر هذاك اليوم أمينة إنها ترفع قضية حضانة أمينة كانت متنازلة عن الولد والبنت في البداية لما حصل الطلاق بينه وبين إيهاب لكن لما شافت أبنائها قاعدين يضوقون المر والمرار والزوجة هذه قاعد تعذبهم بالليل وبالنهار حنقلبها عليهم وقالت خلاص أجيبهم لعندي يعيشون عندي وأنا أربيهم لكن إيهاب رفض الفكرة بما أنه بناتهم حقد وكره على أثر المشاكل اللي كانت بناتهم سابقا قال لها نجوم السماء أقرب لتش المهم حاولت أمينة بشتى الطرق والوسائل قبل لا تلجأ إلى المحكمة لكن لا حياتها لمن تنادي وإيهاب ما رضى يعطيها ولدها وبنتها في النهاية قررت أمينة أنها تلجأ إلى المحكمة وترفع قضية حضانة الولدها وبنتها بما أنه هي الآن متزوجة وزوجها كذلك متزوج فرفعت قضية على أساس أنها تسحب الولد والبنت وتسلمهم الأمها اللي هي تصير جدتهم وفعلا ترفع قضية هذاك اليوم على إيهاب وبناء على المعطيات والأدلة وأنه الرجل هذا غير صالح لتربية الأبناء وأنه زوجة أبوهم قاعدة تعذبهم وفي النهاية حكمت المحكمة لصالح أمينة أنه الأبناء هذولا من حقها حضانتهم بما أنه هي متزوجة فحكمت المحكمة أنه الولد والبنت يجون لعند أم أمينة لكن إيهاب عارض هذا الموضوع ولا وما يصير قالوا له مو على كيفك حضانت الأطفال من حق الجدة الآن بما أنه معاملة زوجتك معاملة سيئة معاهم المهم صار يماطل على اليوم وبكرة وبعد بكرة البنت كانت في العادة تنزل على الشارع تلعب مع أطفال الحي وكذلك الولد لكن بعد ما حصلت هالسالفة هذه وحكمت المحكمة لصالح أمينة قرر هذاك اليوم إيهاب وفوزية أنه الأبناء هذولا ما ينزلون على الشارع ويظلون في البيت وإذا نزلوا على الشارع تنزل معاهم فوزية ونبه على فوزية ديري بالك حدا يجي يدق الباب يضحك عليك والله ياخذ الأبناء تتصلين علي مباشرة وأنا خلال ساعة زمان أكون موجود قالت ماشي ما يصير إلا اللي يودك إياه والآن الأبناء ضاعوا ما بين الأب أو عناد الأب وعناد الأم ولا حاسبي لهم أي حساب لا مشاعر ولا احترام لهالطفولة الأبناء المساكين عايشين حياة تعيسة جدا عن زوجة الأب اتعامل لهم معاملة سيئة المهم تروح الأيام وتيجي الأيام فوزية صارت ما تخلي الأبناء ينزلون على الشارع حاصرتهم في البيت على طول وهذا بعد مدة من الزمن طعن فيه القرار لأجل يحاول بشتى الوسائل أنه أمينة ما تحصل على الولد والبنت أعناد بينه وبينها المهم اللي حصل في يوم من الأيام إيهاب طلع من الصباح ذاك اليوم كالعادة ويدروها على الدوام وكل يوم الصبح لما يروح يوصي فوزية ديري بالش حدا يجي دق الباب ولا يجي حدا ياخذ الأبناء وإذا صار أي طار تتصلين عليه طلع هذاك اليوم كالعادة مثل كل يوم وصل على القاهرة على دوام وما فيه ساعتين ثلاث ولا يرون التلفون عنده فيه المكتب الحق يا إيهاب إذا تلحق خير يا أمينة شنو سالفة قالت ولدك عبد الله حصلت لمشكلة شنو المشكلة قالت بس تجي اتعرف المهمه يطير هذاك اليوم إيهاب من القاهرة إلى الشرقية ما وصل الروحه طالع لكن لما جاه هو يشوف هالناس ملتمة في الشارع ورجال أمن موجودين خير يا جماعة شنو اللي صاير لما دخل على البيت ولا هذا ولده عبد الله منتقل إلى رحمة الله عز وجل يا جماعة شنو اللي صاير قالوا ولا يا عبد الله ما عندنا من الأخبار والعلوم قال له أنه أخته ندا هي اللي خانقته هذه ندا الله يسلمكم جايبة سلك كهربائي وقاعدة تلعب هي والولد وعن طريق الخطأ لافة سلك الكهربائي على رقوبة الولد والولد انتقل إلى رحمة الله عز وجل مسك البنت البنت تبكي وخايفة ومنهارة يا بنتي ليه سويته كذا قالت والله قاعدة ألعب أنا وياه وصار اللي صار المهم رجال الأمن كذلك امسكوا البنت وحاولوا يهدونها وحاولوا يستجوبونها وفعلا البنت بعد ما هدية شوي قالت قاعدة ألعب أنا وياه ولفيت على رقوبته سلك الكهرباء وهذا اللي صار وتم رفع جثة عبد الله إلى الطب الشرعي لمعرفة شنو اللي صاير معاه وهل القضية فيها شبهة جنائية غير سالفة سلك الكهرباء بتقرير الطب الشرعي اللي طلع يقول فعلا أنه سبب الوفاة هو الخنق أو نقص الأكسجة والبنت أدلت باعترافاتها وتم تسكير القضية على أساس أنه الأخت هاي اللي عمرها تسع سنوات قتلت أخوها عن طريق الخطأ وبنوتة عمرها تسع سنوات يعني شوندهم يحاكمونها وطبعا انتشر الخبر هذا على محطات التلفزيون المصرية ويا بنت قولي لأمك والله في بنت عمرها تسع سنوات في الشرقية قتلت أخوها أربع سنوات والسالفة صارت سيرة على كل لسان المهم البنت هذه ندى صار عندها حالة نفسية سيئة وصارت ملامحها تتبدل البنت صحيح عمرها تسع سنوات لكن نبين عمرها يعني أكبر من تسع سنوات البنت صارت تصعب الليل وتصرخ الظاهرة أنها قاعدة تشوف كوابيس يفزع عليها إيهاب وتفزع عليها فوزية يحاولون يشربونها مي يحاولون يهدونها والبنت أصبحت في حالة يرثى لها كل يوم عن يوم حالتها تزداد سوء المهم بعدما راحت القضية وتم تسكيرها وأن القضية بنت ما تفهم اقتلت أخوها عن طريق الخطأ وقاعدها ذاك اليوم إيهاب وزوجته فوزية يتداولون أطراف الحديث قالت والله يا إيهاب هذاك اليوم قبل لا يتوفى عبد الله الله يرحمه قبل لا تقتله أخته سمعتهم قاعدين يتكونون الظاهر صار مشكلة بيناتهم الولد ما ودي يروح لعند أمه وهي ودها تروح لعند أمها والظاهر أنه ندا تخلصت من أخوها لأنه ما يفعل يروح لعند أمه وإيهاب قال لها طيب ليش ما قلت هالكلام لرجال الأمل قالت حتى لو قلت يعني الكلام هذا لا راح يقدم ولا راح يأخر وبالنهاية البنت هي اللي ارتكبتها الجريمة الله يصلحها ويسامحها المهم بناء عليه إيهاب طلب من فوزية أنه تراعي شعورها البنت لأنه أكيد فيها المرحلة هذه راح تمر في أيام صعبة وأكيد راح يعني تشتاقل أخوها لما أتفكر فيها الموضوع شلون اقتلت أخوها قالها ديري بالش عليها قدر الإمكان وحاولي إنش تراعين شعورها وتمر الأيام وبعد حوالي أسبوعين ثلاث وتقعد البنت هذه ندا مع أبوها في مساء أحد الأيام جاي من الدوام قالت يا بابا أنا ودي أروح أعيش عند أمي وإيهاب إذن من طين وإذن من عجين قال لها أنسي أمك وأمك فوزية وأتركش منها الزوالف وأمينة هذه أمك لا تجيبين سيرتها أبدا أنت ما عندك أم إلا فوزية المهم تروح الأيام وتجي الأيام طبعا فوزية قررت بناء على طلب من زوجها أنه تدير بالها على البنت قررت أن البنت هذه معها تنزل على الشارع أظل قاعدة فيها البيت واللي حصل أنه في يوم من الأيام الظاهر فوزية بل شانة بشغل البيت والبنت هذه ندا غافلتها وطلعت براء المنزل وفجأة انتبهت لها فوزية أنه البنت ما هي موجودة في البيت ولا البنت شافتها من الشباك المطل على الشارع ولا ندى واقفة مع ولد خالتها ولد صغير بعمرها تقريبا سبع إلى ثمان سنوات أوليد ينقاله محمد واقفة هي ويا قاعدين يتسلفون وتصرخ عليها فوزية من فوق منه قال لش تنزلين المهم البنت لما شافت خالتها شافتها أنها واقفة مع الولد هذا البنت طار عقلها وخافت قامت طلعت لعند خالتها زوجت أبوها ودخلتها داخل الشقة ونبهت عليها أنها ثاني مرة ما تنزل بره البيت ولا تطلع بره الباب أبدا فوزية ذاك اليوم ودها تنزل على السوق ودها تجيب شوية أغراض وطلعت من البيت وهي نازلة مرت على بيت حماها أبو إهاب وأم إهاب قالت خاف معتازين غرض معتازين شي قالوا والله ما احنا رايدين غير سلامتش وين رايح قالت والله رايح على السوق إذا بحاجة غرض قالوا لها لا ما أودنا غير سلامتش قالت ترى أنا تارك البنت نايمة في البيت وأنا رايح أغيب لي ساعة ساعتين زمان وأرجع قالوا لها الله وياك تروحين وترجعين بالسلامة يا فوزية راحت فوزية والكلام ما بين العصر والمغرب غابت لها فوزية ساعة ساعتين ثلاث زمان في هذا السوق جت على البيت افتحت الشقة ولا ظاهر إهاب لسا مو جاي من الشغل ما زال في القاهرة لكن لما دخلت على الغرفة اللي تارك فيها البنت نايمة وتشوف هذاك المنظر المرعب ولا البنت المسكينة هذه نايمة لافة على رقوبتها حبل ومعلقة هذا الحبل في سقف المنزل والبنت متخلصة من نفسها طلعت تصرخ وتصيح ويفزعون أهل إهاب والجيران والتم سكان الحارة خير شنو اللي صاير قالوا والله البنت هذه منتحرة متخلصة من نفسها تم الاتصال برجال الأمن وتصلوا بإهاب جاء إهاب على وجه السرعة لما جاء ولنا بنته كذلك في حالة يرثى لها في ظرف أقل من شهر خسر الولد والبنت المهم لما حضر رجال الأمن إلى المكان وعاينه والمسرح اللي البنت متخلصة من نفسها فيه وليش الحبل هذا شنو اللي جاب الحبل إلها تبين أنه جماعة معلقين حبل في سقف إحدى الغرف اللي أجل مثل ما تقولونه مسوينه مثل المرجوحة وبدأوا يستجوبون الأب والأم شنو اللي صاير أول ما استجوبوا فوزية قالت فوزية ياجي معها هذاك اليوم البنت طلبت من أبوها أنها تروح تعيش عند أمها اللي هي طليقة إهاب لكن إهاب رفض هذا الموضوع وبعدين رجال الأمن على علم في القضية السابقة اللي ما صار لها تقريبا أقل من شهر أنه البنت هذه تسببت في مقتل أخوها عن طريق الخطأ فقالت الظاهر أنه البنت بسبب رفض أبوها أنها تروح تعيش عند أمها قامت تخلصت من نفسها ولما سأله الأب كذلك يهاب أدل بنفس الاعترافات وقال فعلا البنت طلبت مني قبل أربع خمسة أيام أنها تروح تعيش عند أمها لكن أنا كنت رافض هذا الموضوع ورجال الأمن ما قدروا يتوصلون إلى نتيجة وتم رفع جثة ندى رحمة الله عليها إلى الطب الشرعي لمعرفة هل البنت توفيت بسبب الانتحار أو لف الحبل هذا على رقبتها أو في سبب آخر ويطلع تقرير الطب الشرعي اللي يقول فعلا أنه سبب الوفاء هو الشنق أو الانتحار لكن بنفس الوقت على حسب المعطيات اللي بين إيدين رجال الأمن قالوا ممكن أنه مقتل البنت هذه ما يكون عن طريق الانتحار لكن رجال الأمن ما بين إيديهم أي دليل وخصوصا أنه البنت هذه عندها حالة نفسية قبل أقل من شهر تخلصت من أخوها قالوا لك كل الاحتمالات واردة وما لقوا أي دليل يدل على أنه حدا يفتعل هذا الأمر بالبنت وطبعا تم تسليم جثمان ندى الأهلها ودفنوها وبنفس الوقت رجع انتشر الخبر من أول وجديد أنه البنت اللي اقتلت أخوها اقتلت نفسها وصارت الناس تسولف والقضية أصبحت قضية رأي عام على محطات التلفزيون على محطات الإذاعة والكل يسولف وانتشرت الأخبار بين الناس والناس حطوا الحق على الأب والأم اللي ما حسبوا أي حساب لهالأبناء المساكين وفي النهاية حصل ما حصل لكن رجال الأمن ما هم مقتنعين بالموضوع أنه شلوان قبل شهر البنت تقتل أخوها وبعد شهر كذلك تتخلص من نفسها حاسين أنه فيه شبهة جنائية لكن ما فيه دليل بعد مدة من الزمن الولد محمد اللي هو ولد خالة ندا اللي شافتهم فوزية واقفين مع بعض هذاك اليوم قاعد أنت جدته أم أمينة ويقوم هذا الولد يصولف جدته قالها والله يا جدة ندا قبل لا تموت هذاك اليوم كنت واقف أنا وياها وقالت لي أنه اللي قتل أخوها عبد الله هي خالتها فوزية زوجة أبوها وأنه هي كانت تحاول تقول الأبوها لكنها كانت خايفة جدا من أنها تقول أبوها ليش؟ لأنه فوزية مهددتها إذا قالت راح تسوي فيها نفس الشيء الجدة هذه أول ما سمعت كلام الولد محمد واتطير على مركز الشرطة سلام عليكم وعليكم السلام قالت عندي سالفة شنو عندج؟ قالت السالفة كذا وكذا الولد هذا يقول وحتى جايب معاها الولد استجابه رجال الأمن وفعلا قال ندا قالت لي كذا وكذا قبل لا تموت بيوم وبناء عليه تم استحضار الزوج إيهاب قبل لا يجيبون فوزية قاله والولد هذا قاعد يقول كذا وكذا شلون كانت معاملة زوجتك هذه فوزية الأبناء؟ قال والله كانت تضربهم وتحرقهم وإلى درجة أنه مرة حلقت شعر ندا الله يرحمها ولما سألتها قالت أنه فيه براسها حشرات قمل وكذا فأنا ما كنت يعني أعتقد أنه ممكن توصل إلى هالدرجة قالوا لأ لازم تعتقد وأكثر ويقومون يجيبون فوزية خانهم وبالضغط على فوزية فوزية انهارت واعترفت بعد ما وجهوها بكلام الولد محمد وقالت نعم أنا اللي قتلت عبد الله فيه البداية وبعد منها الحقت فيه البنت هذي ندا ليش طيب؟ قالت والله هذاك اليوم زوجي إيهاب بسبب أنه زوجته أمينة أو طليقته أمينة رفعت عليه قضية حضانة حضانة الأطفال وإيهاب صار يفكر أنه يمنع هذا الموضوع بشتى طرق والوسائل وبما أنه هو متزوج ما يقدر يمنع قرار المحكمة هذا إلا إذا كان عازب أو منفصل لذلك ذاك اليوم إيهاب جاب ليسيرة أنه وده يطلقني لأجل أنه أمينة ما تحصل على أبنائها أو لأجل يقهرها وما يخليها تسوي اللي براسها لذلك أنا خطر على بالي هذاك اليوم أني أجيب سلك الكهرباء وألفه على رقبت الولد وأخنقه والبنت ندا تتفرج وعلقته على الباب ومسكت البنت وقلت لها ترى إذا تجيبين سير الحدا أو تقولين الحدا ترى مثل ما سويت بأخوش أسوي فيك والبنت لا حول لها ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقالت لها في حال جو سأله رجال الأمن أو من ما سألت تقولين أنا اللي قتلته وأنتي بنت صغيرة لا رح يأخذونش على سجن ولا رح يسولت شي وفعلا هذا اللي صار لما جو رجال الأمن وسأله البنت قالت أنا اللي قتلت أخوي وفيها ذاك اليوم لما شافت فوزية أنه ندا نازلة على الشارع وقاعدة تسولف مع ولد خالتها محمد البنت هذه شاهدة على أنه فوزية هي اللي قتلت عبد الله قالت لك البنت هذه لازم أتخلص منها لأنه لابد إلا ما يجي يوم وتسولف لذلك قررت أني علقها في حبل المشنقة هذا اللي سويت الهياء في الغرفة وبعد ما تأكدت من مقتلها جيت على بيت عمي اللي هم أهل إيهاب وعلى أساس أني نازلة على السوق والباقي عندكم كانت اعترافات فوزية اعترافات مرعبة واعترافات فضيعة جدا أنه شلون المرأة توسرت إلى هذا الإجرام أو إلى هذا الحد من الإجرام نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والسلامة لنا ولكم جميعا المهم بعد اعترافات فوزية جابوها على المنطقة أو على الحي لأجل تعيد تمثيل الجرائم أو الجريمتين اللي ارتكبتهم بحق عبد الله وحق ندا ولما سمع الناس وسمعوا بالخبر وأنه ودهم يجيبون فوزية هذه لأجل تعيد تمثيل الجريمة تجمع عدد كبير من الأهالي وقرروا أنهم يقتلون فوزية حتى لو كانت بين إيدين رجال الأمن وفعلا هذاك اليوم حاولوا أنهم يخربون الأجواء أجواء تمثيل الجريمة لكن كانت الحراسة مشددة وما قدروا يتوصلون إلى فوزية كان في غضب شعبي عارم في الحي وفي المنطقة وفي النهاية تم تقديم فوزية للمحاكمة وتم الحكم عليها بالإعدام شنقا وكانت هذه نهاية القصة القصة طبعا فيها الكثير والكثير من العبر اللي ممكن نستخلصها علاقة زوجية من أساسها خطأ وبعد الخطأ اللي ارتكبوه في البداية وصار عندهم بنت ارتكبوا خطأ ثاني وجابوا ولد وفي النهاية لما حصل الطلاق بيناتهم ووصلت الأمور إلى طريق مزدودة بدأ العناد بين الزوجين وما حسبوا أي حساب لهالأطفال المساكين وفي النهاية حصل ما حصل أنتظر تعليقاتكم على مجريات وأحداث القصة بارك الله فيكم وفي النهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه